الحرب السيبرانية قائمة بقوة بين الدول الكبرى فيما تتهم واشنطن الصين بالوقوف وراء هجمات أخيرة تنفي بيكين أي علاقة لها بهجوم سيبراني استهدف واشنطن ودول غربية الصين تذهب أبعد من ذلك لتتهم الولايات المتحدة وحلفائها بالتضليل هذا الخلاف يأتي بعدما أعلنت واشنطن أن الجهة فاعلة سيبرانية مدعومة من بيكين تسللت إلى شبكات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية هذا وقد أطلقت تحذير من أن هجمات مماثلة قد تحدث في أنحاء العالم هل باتت إذن الهجمات السيبرانية وراء الخلافات المعمقة دوليا وأي معطيات حساسة يمكن الحصول عليها إثر هذه الهجمات لنقاش ينضم إلينا من واشنطن الباحث في القضايا الأمنية آدم روزفيلت أهلا بك سيد روزفيلت إلى سكاي نيوز عربية تصنف هذه العملية وفق خبراء على أنها واحدة من أكبر عمليات التجسس الإلكترونية ضد البنية التحتية الأمريكية ماذا عن خطر هذه العملية إذن؟ دعني فقط أبدأ بالقول بشكرا لاستضافتي هناك نقطة سريعة أود ذكرها للمشاهدين هو أن هناك ثماني عشرة قطاع حيوي في الولايات المتحدة هذا يعني الكهرباء الطاقة والبنايات الحكومية وكل من هذه القطاعات تمثل طبعا جزءا من الأمن القومي ما نراه الآن هو أنه بهذه الهجمات السيبرانية أن الحكومة الصينية ربما قد قادت هذه الهجمات للحصول على معلومات عن هذه القطاعات والتي ربما سرية وتضر الأمن القومي الأمريكي يعني اعتادت الصين وأمريكا التجسس على بعضهما هكذا تعمل الدول الكبرى يعني إلى أي درجة يمكن أن نتحدث أن الصين أصبحت تمتلك قدرة أكبر الآن على القيام بعمليات التجسس؟ أعتقد بأننا نعلم أن صين كانت ناجحة أو نعتقد أنها كانت ناجحة حتى في 2015 حين الحكومة الصينية اعتقدنا أنها شنت هجمات سيبرانية على مكتب الإدارة الأمريكية لحصول على معلومات عن الجيش والموظفين وعائلاتهم إذن السؤال الآن هو هل يمكن أن مثلا يحصلوا على الملكية الفكرية ومعلومات مثلا عن برامج الطيران إذا استطاعوا فعل ذلك فسيكون لديهم طبعا اليد العليا على الولايات المتحدة من المنظور الدفاعي وأيضا من الأفضلية الاقتصادية إذا حصلوا على تلك المعلومات الحساسة هل تتوقع أنهم قادرين على ذلك أو قريبين على الأقل من اختراق الحصانة الإلكترونية إن صح التعبير الأمريكية والوصول لهذه النوعيات من المعلومات نعم أقول إن الولايات المتحدة ووكالة الأمن القومي للولايات المتحدة قد نشرت طبعا إطلاقا للتحالف مع الدول الأخرى وذكروا نجاح هذا الهجوم وهذا الهجوم طبعا هو شامل وكان استطاع تجنب طبعا وكالة الأمن القومي وكالة المحافظة السيبرانية وهذا يشير إلى أن الولايات المتحدة أو عفوا أن الصين قوية جدا لتحقيق أهداف إذا أصبحت الصين أو كعب الصين أعلى من القدرة الأمريكية في هذا المجال في المجال السيبراني وأيضا التجسس الإلكتروني ما الذي يعنيه ذلك في هذه الحرب التي امتدت لسنوات؟ لا أعتقد بأننا سنعلم أي دولة متقدمة أكثر نعتقد أن الولايات المتحدة متقدمة من وضعنا الصينيون أيضا يظنون ذلك من وضعهم السؤال هو ما مدى أو كمية الهجمات الناجحة التي شنت وأي نوع من المعلومات استطاعوا الحصول عليها في تلك الهجمات وهذا سيعطي لأي دولة كما قلت أفضلية على خصومها لأنهم طبعا سيحصلون على الأدوات والتكنولوجيا وأيضا يخترقون قدرتنا في الدفاع عن بلدنا الخارجية الصينية قالت أن دوافع واشنطن جيوسا سياسية وأنها تضلل العالم يعني ما الذي يضحف هذه الرؤية الصينية لما قد حدث من خلال هذه الهجمة؟ السؤال الأول هو ماذا سيكون منفعة الولايات المتحدة لتطلق التصريحات بأنها هجمت من العالم الصيبراني أو في العالم الصيبراني أعتقد بأن علينا أن نشنح أن هذه ليست حملة للتضليب بكل تأكيد فهذه المعلومات نشرت من قبل مايكروسوفت والتي هي طبعا شركة ذات مصداقية كبيرة وأيضا وكالات الأمن الصيبراني أيضا نشرت معلومات ذات مصداقية بكل تأكيد المعلومات صحيحة والصين نجحت فيه جميع هي أيضا الصين شككت فيه حتى بما قاله محللو مايكروسوفت سيد روزفيلد أعتقد أن مايكروسوفت قد تحدثت عن قدراتها بناء على إيرادتها سنوية وعدد المستعملين في هذا النظام حول العالم أعتقد أن مايكروسوفت بكل تأكيد خبيرة قبل أن تنشر أي معلومات عامة قد تؤثر على أسهمها فبكل تأكيد لم تقل هذا الكلام إلا بحذر شديد قبل أن تتهم الصين وأعتقد أنهم فعلوا كل ما في وسعهم ليكونوا دقيقين في تحليلهم هل باتت الهجمات السيبرانية وراء هذه الخلافات المعمقة بين الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين أنا متأكد بأننا نتوافق أن هناك العديد من التكتيكات التي يمكن استعمالها لتحقيق الأهداف القومية في الفضاء العسكري ولكن العالم السيبراني يسمح للحكومات والمنظمات غير الحكومية لمهاجمة خصومها من بعيد فيمكن أن تشل هجوما سيبرانيا من أي مكان في العالم وتشل مثلا بنكا أو مثلا منشأة دفاعية فأظن بأن هذا طبعا أفضلية كبيرة لتحقيق أهداف ولا ترسل أي شخص في أرض المعركة إذا تصاعد مستوى القدرات الصينية مقارنة بالأمريكية ما هو أكبر خطر قد تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب أو أي مجال آخر أيضا؟ أعتقد أن أكبر تحدي ستواجهه الولايات المتحدة هو التأثير على الشبكة الكهرباء فالصينيون لو كان ذيهم قدرة أكثر من الولايات المتحدة فسيشنون هجوما أولا يؤثر على البنية التحتية الأساسية مثل مثلا كما قلت الكهرباء ثم المشآت الدفاعية والأصول الدفاعية التي تستعمل الفضاء السيبراني لترد على خصومنا حين يهاجموننا إذن الأمر يتعلق بأن نتفوق في الفضاء السيبراني وطبعا مهاجمة البنية التحتية سيكون الهدف الرئيسي إذا أردت النجاح ضد الولايات المتحدة لكن طالما سيد روزفيلت في سؤال الأخير كانت هذه الحرب دائما تجرى في الكواليس وستبقى كذلك لكن ما آفاق ومآلات هذه الحرب؟ الأهداف تكمن في أن يكون الدولة متفوقة على دولة أخرى ومهاجمة البيئة الاقتصادية وغيرها ثم سيحاولون تحقيق أهداف جديدة وأعتقد أن تدعيات ستكون العقوبات وربما هجمات مضادة من الجيش الأمريكي وأيضا من منظمات سيبرانية أخرى والضغط اقتصاديا عليهم لمحاسبتهم وجلبهم إلى القضاء آدم روزفيلت الباحث في القضايا الأمنية كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك سيد روزفيلت